توصل علماء من السلفادور وكولومبيا وهنديراس إلى استحداث حبوب فاصولياء تكاوم الجفاف يصفها المزارعون بأنها سحرية في إطار المساعر الرامية لمكافحة التغير المناخي وبدأ استحداث هذا النوع من حبوب الفاصولياء في مختبرات المركز الدولي للزراعة الاستوائية في كولومبيا قبل وضع اللمسات الأخيرة عليه في هنديراس في إطار عملية تهجين طبيعية لم تستدعي أي تعديلات جينية وزرعت الحبوب في نهاية المطاف في السلفادور وتأتي هذه التجربة في وقت تشهد بلدان أمريكا الوسطى موجة جفاف مطولة تتسبب بخسائر كبيرة ويتباهى المزارعون اليوم في بلدة كويزالتيباك شمال سان سلفادور بالمحاصيل الوافرة التي يحصدونها وبقدرتها على التكيف مع التغير المناخي لافتين إلى أنها واجهت 15 يوما من الجفاف وعاصفتين مشكل قومس جفاف كبيراك يوم근 ما بوضع امتلاح أمين